لم يعد بإمكان ناجي الحصول على مياه تكفي لسقي حقله بعد تطبيق إجراءات تقنين مياه السقي من قبل إدارة الموارد المائية لمواجهة تناقص الإطلاقات المائية لنهر الفرات يقول ناجي إن محاولاته في تعويض نقص المياه بحفر الآبار لم تكن ناجحة مي ماكلنا ينفرنا مي ماحنتنا مي ينطلنا يوم الفلاني للكم يطفون الكهرباء ما يحصلنا ما يحصلنا سنة فوق السنة حفرنا بيار ما نجحت وكل واحد خصلنا بمليون وبمليون ونصف على غير فات وهذا كهذه ماء مطلعت ماء ملح تراجع مناسيب المياه في دجلة والفرات نتيجة نقص المياه الواردة من دول الجوار أثر بشكل مباشر على الواقع الزراعي للفلاحين لا سيما في مناطق وسط وجنوب البلاد ما دفع وزارة الموارد المائية إلى الاعتماد بشكل رئيس على مخزون بحيرة الترثار للتقليل من تداعيات أزمة شح المياه وهو ما تسبب بتراجع مستويات المياه في البحيرة إلى مناسب تقل عن مستوى قناة التصريف باتجاه نهر الفرات ولرفع المياه من قعر البحيرة إلى مقدمة ناظم قناة الترثار الفرات قامت المزارة بتنصيب قرابة 50 مضخة عائمة للقيام بهذه المهمة تم ضخ كميات لا بأس بها لإنعاش نهر الفرات تصل هذه الكميات إلى 80 متر مكعب الثانية والعمل مستمر لنصب مضخات أخرى لرفع منسوب التصريف فوق 100 متر مكعب وتقدر كمية البيه المتبقية في منخفض الترثار بـ 35 مليار متر مكعب حسب مختصين الذين أرون أن لجوه إلى استخدام الخزين الميت في البحيرة لأول مرة منذ إنشائها منتصف خمسينيات القرن الماضي يعد مؤشرا خطيرا لما وصلت إليه أزمة شح المياه في البلاد الخزين الميت في بحيرة الترثار هي أماكن تجمع المياه تحت مستوى أكتاف البحيرة وبالتالي لا تنصل المناسي بشكل طبيعي لقنوات ناظم الترثار وهذا الخزين لم يستخدم منذ خمسة عقود تقريبا وبالتالي الماء المتبقي قد لا يوصلنا إلى موسم الشتاء المقبل لذي لا نعلم هل سيكون فيه وفرة أمطار أم سيكون جاف كالمواسم السابقة وتعد بحيرة الترثار أكبر منخفض طبيعي لخزن المياه في العراق بمساحة تتجاوز 2500 ألف كيلو متر مربع تزيد سعتها الخزنية عن 80 مليار متر مكعب من المياه التي يتم تصريفها للبحيرة من نهر دجلة في مواسم الفيضانات 80 متر مكعبا بالثانية من المياه تدفعها هذه المضاخات إلى نهر دجلة والفرات في محاولة من وزارة الموارد المائية لتخفيف من أزمة نقص المياه في وسط وجنوب البلاد ضياء محمد الحرة الأنبار ترجمة نانسي قنقر